شوز جمال أريد أخذك لنقطة مهمة جداً أنا النهاردة كنت أتكلم في المقدمة أنه أنا متفاهم فكرة أنك ما تقوليش دلوقتي من المدرب اللي جاي المنتخب مصر تصوري أننا متأخرين بس تأخر براحتك عشان ما تقولش أنك تسرعت تاني خد وقتك يعني خد وقتك بس أنا أكيد يعني من حقنا أن أعرف المعايير هتختار المرة اللي فيها تختارت المدرب من غير معايير وإنت أننا تسرعت قولي أنا هختار المدرب اللي جاي المنتخب مصر على أساس 1-2-3-4 أنا محتاج منه أنه يكون راجل مثلاً بيلعب كرة هجومية أنه يكون راجل مثلاً بيحط ناشينة أو شباب في المنتخب مصر الأول وينزل بمعدة الأعمار ابني فريق ابني أنت حطيلي المعايير كاتحاد كرة وأنا همشي وراج بس الأول قولي المعايير اللي اختارت بها المدرب عشان نحزبه معك في الآخر لحد الوقتي لا في معايير ولا فيه كمان أسماء بيتقي أنها مرشحة وكاينه سر يعني رفع منه السر في المدربين ده عند الأندية أنه ما يعلنش لكن الاتحاد الكرة زي كل الاتحادات الأفريقية كمان مشهور الأندية يقولك أنا عندي عشر مرشحين هم دول عشر أسماء إحنا هنا ما نعرفش أي حاجة بالضبط هي المشكلة أنه هي الإدارة في الاتحاد الكرة واضح من خلال الاستعراض اللي احنا قلناه السريع للأخطاء دي عدد قياسي في وقت قليل قوي اللي هو الكام منهم اختيار المدرب اللي هو إيهاب جلال يعني اللي أنا متعاطف معاه جدا ده اتحرق ده ولعه فيه ليه راجل كان مرتبط مع نادي بيراميدز وإنت جبته وبراميدز رتبط مع مدرب آخر وهي رح تسايفه في دقيقة فده حرام يبقى أنت غلطت الأول أنك تعاقدت معاه مش على أساس مش موضوع معايير ما فيش معايير لا ينطبق معلش مع كل الاحترام ليه أنت ظلمته المرة الأولى لما اخترته من غير معايير ثم لما هو النهاردة المنتخب بصرف النظر عن الهزيمة من أسيوبيا دي حاجة نادرة من النوادر لكن مازال كل الفرق عندها ثلاث نقط فلو أنت اتحاد مختاره بثقة ووقف وراء ها؟ هتفضل وراء لكن أن أنت لمجرد الضغط الجماهيري أو أنه الناس زعلانة تروح بيعه هذه غلطتين فده لا ينبق يا أستاذ كريم الفترة الجاية بأن الاختيار ماشي على أساس بدليل أن أكثر المرشحين للعودة كان كرس كيروش دلوقتي خلاص الدنيا قفلت فأنت هتبتدي تدور في سكك تانية يبقى إذن المشكلة بتاعتنا مفيش معايير مفيش تركيز على أسماء محددة وبوضوح وبعين أنا ملاحظ أن اتحاد الكرة أفراده بيشتغل فردي بمعنى إيه؟ إن هما بيطلع لك اتنين يتكلموا اتحرقوا أروح مطلع اتنين ميوة إيه يا جماعة فيه إيه؟ لا يعني أنت كده لا ما خلاص مفيش حد دلوقتي حيطلع غير واحد لا يعني حرام كمان دلوقتي مفيش حد بيطلع فردي عارف عارف لا أهم بس جمال بعد إذنك إنه في الاتحاد الكورونا متحدث رسمي بيتكلمش خاص أيوة يعني دي أكتر حاجة أيوة عشان عشان هو متحدث الرسمي للتحاد الكورونا لازل هيتحدث عشان هو في الفترة الأخيرة قبلها والله الفترة الأخيرة هو في مشكلة في مشاكل فهو يقولك نبعده شوية طب الأستاذ جمال علام طلع أتكلم شوية عمل مشاكل لا أقعد شوية دلوقتي هم العطر يسع على مين على كابتن حزم وبركات أحيانا ويهاب الكومي يعني كل واحد بيطلع يقول تنفستين كده بيقول بيراح أنا بتكلم بقى معجبه من طرف صراحة صح صح بس أنا بقول إن ده ظلم للمجلس نفسه لأعضاء المجلس لأن انت هتيجي بعد كده هتلاقي نفسك مش لاقي ولا واحد يتكلم ولا يطلع يواجه وليه تتكلم لأ لازم يعوده بص كريم لازم يعوده مع بعض يا شفيف ويعملوا اجتماعات بجد ويقفلوا على نفسه يعودوا مع بعض على الواتس يعودوا مع بعض على الواتس يعودوا مع بعض على الواتس عجب جروب على الواتس ده إيه نعمل نكتة نقول مش عارف إيه نبعت قلوب لبعض إنما قصة إن انت بتخطط لمرحلة طب إنت هل دلوقتي عندك أي نوع من الإطمئنان في أي اختيار هيتم طب ما إنت سهل قوي دلوقتي تيجي تختار أي حد طب إنت مطمئنة على الاختيار اللي جازش بص كابتن كالي طبعا إحنا عندنا أزمة ألمانيا في 2006 نظمت كاس العالم وقبل ما ينطلق كاس العالم كان كلينسيمان معروف إنه حيمشي ولوف مساعده حيبه مدير فني ألمانيا قبل كاس الأمم الأخيرة معروف إنه لوف حيمشي ووخيم لوف حيمشي وفالك من دارة بايمونيخ حيبه مدير فني بعد معروفة واضحة مش محتاجة مش صعبة أو يعني للناس عندهم رؤية يعني وخيم لوف ده قاعد 16 سنة مدير فني لمتخب الألماني خد بهم كاس العالم في 2014 حق النتائج جيدة وما بيحسبوهش بالقطعة ده مدرب عنده مشروع مشروع انتهى لغاية كاس الأمم الأخيرة شافه في فالك مدرب صغير عنده فكرة عنده مشروع عنده أهداف حقق نتائج جيدة مع باير مونيخ في وقت قليل رغم انه جاي وراء كورديولا فقالك ده يصلح ان هو بالمشروع ده يكمل مع المنتخب ونبني عليه صحيح مبسوش بقى لنتائجه في التصفيات مبسوش لنتائجه في دوري الأمم الأوروبية اللي شغال دلوقتي رغم انه خسر بعض المباريات لكن في مشروع وإحنا وراك لا المدرجات بتدير قرارات تتحاد الكرة في ألمانيا لا الإعلام بيدير قرارات تتحاد الكرة في ألمانيا احنا هنا عندنا العكس على أي منطق رايح ترجع كوروش قد يكون مدرب جيد ولكن ما حققش الهدف اللي جي من خلاله رغم ان كوروش ده اتيحت له فرصة لم تتح لمدرب مصري أو أجنبي من 20 سنة هو كان كل كلامه أنا جاي الكاس العالم صح ما تسألنش عن أي حاجة تانية وبطلنا نسأل جيه خاض أربع مباريات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون مطشين ليبيا والمطشين التانيين في التصفيات خاض مباريات ديام على يبيريا لعب ست مباريات في كاس العرب لعب سبع مباريات في أمم أفريقيا خسر في كاس العرب وطلع رابع طلع تاني إنجاز في الظروف اللي احنا فيها ومعه حق في جزئية ان الكواليتي على قد كده بس احنا كان كل ده لي بقى عشان تعمل منتخب قادر على إنه يوصل لكاس العرب اللي هو الحلم وإحنا سبناك أو ما اعترضناش على هدفك ما وصلتش كاس العرب إنت هنا في مصر جبت جول في دقيقة أربعة وستة وتمانين دقيقة بنشلت وعملين ندعي ربنا يستر بس نغرق باك رحت هناك جي في الجول في الدقيقة خمسة وسبعين بدأت تفوق إن إنت ممكن تخسر بجول تالي فنزلت شوية لعيبة عملوا حركة وتعدلت ووقت إضافي وخرجت بركلات ترجيح ووضع إن إنت ما كنتش مركز في موضوع ركلات الترجيح ده بدليل إن أحسن لعب في العالم أهضر ركلة الجزائر وطلعنا بقى في الفيلم بتاع ليزر ودربونا وشتمونا وفيلم اللي حصل ده كله وعنعيد المباراة بأي منطق هترجعه بأي منطق هترجعه لو أنت مقتنع بيه مشيته ليه يعني لو أنت مقتنع إن ده مدرب كان عنده مشروع أو عنده طموح أو عنده أو عنده مشيته ليه وبتفوضه إزاي تاني ده يعني ده دي مأساة ده بحد ذاته محساة إدارية وفنية يعني يعني بتقولك إن الناس دي مش وعي هي بتعمل إيه ومش هم يعني بيحرقهم أهدف تانية هو عايز يخيم تصورة مش هدفه مصرحة الكرة هو إعلام هايج عليه جماهير هايجة سوشال ميديا مقطعهم وقتلوهم آه لا واضف لك هذا هما فعلا دلوقتي بفوضوا مدربين كبار وهيدفعوا فلوس كتير لمدرب كبير هو عايز يجيب مدرب اسم زي ما حالك قلت كده عشان يرضي الجمهور بشكل مشروع أنا ضد الفكرة دي خالص وأنا كمان أنا ضد إن انت تروح تجيب لي مدرب اسم أيوه يجي ياكل عايش في مصر احنا أنا عايز مشروع أو نموذك زي هيرفريناري أيوه ده النموذك وكان متاح للأسف وجابه أجيري يعني كان متاح أنا عايز حد زي ده نقل الكرة في زنبيا في كودفوار في المغرب في السعودية يعني الدوري السعودي اللي هو أقوى دوري في المنطقة دلوقتي قوته من قوة المحترفين اللي فيه من قوة الأسماء المحترفين اللي فيه لما يبقى عندك في كل نادي سبع أو تمن محترفين وكلهم أساسيين في الملعب فأنت عندك بس أربعة سعوديين بس ومع ذلك عندك منتخب يعني احنا هنا بنقول لك لا أصل المحترفين بواصل دوري ومصر ما فاش راس حربة ومصر ما فاش وبلاش حالس مرنة عجل نابش خلاص فأنت من الدوري ده طلع منتخب تصدر مجموعته في كاس العالم وعندهم فريق 23 سنة فايز ببطولة أوروبا ببطولة أسيا لسه مؤخرا ودوري هو الأقوى في المنطقة العربية فأنت ما تقنعنيش المحترفين لأن احنا بنجيب محترفين للأسف الشديد كل يوم تسمع صفقة سوبر الصفقة مش عارف إيه وبعدين تتفاجأ لعيب عندك ناشئين أفضل منه واضح إن ده بيزنس واضح إن ده بيزنس بين وكلاء لعبين ومدربين ده أنت أول واحد يقعد هنا يمشي معايا في الرأي ده أنا أتجنب من فكرة يقولك إيه قالي للمحترفين في الدوري المصري الثلاثة ما تجيبش حراس أجانب أو الكسة حراس أجانب دي لو ما تجيبش حراس أجانب عشان مصلحة منتخب مصري إيه باشا إحنا إحنا عندنا حراس كويسين بس كويسين على قد الدوري المصري إحنا ما عندناش ولا حارس بيجيلوا عرض في أوروبا عشان إخنا أخيرنا الدوري المصري يعني إحنا كده استفادنا هيقولك تب ما بس المنتخب كده عنده حراس كبار بس ما عندناش مندي ما عندناش مندي وما عندناش ياسيم لعيب جيب جول ولا هيعمل هجمة نجمي النجوم وبطل العالم طب يا عم فين ده بقى عقده على المنتخب بزرطة كده سياسة التدليل والسوشال ميديا بتحكم فيه قرارات المدربين صح والإدارات للأسف الشديد للأسف الشديد نحن يعني السيارة تعود للخلف مش هنتقدم كده لو الجماهير والإعلام أدار الكرة المصرية هروح في ستين دي